وكل ما جربنا ننفي ع طير جديد مننقل من تحت الدلفل تحت المزرار من نبي يمرق عادي يعني هو بكامل الأسى واللوعة يعني بس هذا الكلام للشعر موسى صغيب طبعا هي بردت بس تنبيرك لكم بموضوع الحكومة واحد ما فيه إلا ما يقول كل ما جربنا ننقل ع طير جديد مننقل من تحت الدلفل تحت المزرار كل ما تيجي حكومة واحد بيترحم على اللي قبله انه على القليلة يعني منعرف لها سمة على هايدي منعرف لها سمة مش ان هيك فيه واحد يقول المزرار اليوم رح احكي بموضوع الحكومة عندي ست ناط رح جارب هايك شوي قصمه انت واحد ما كمان يشط بالحديث هايك اولا من حيث المبدأ شو بيكون هايك واحد رأيه به هايك حكومة تانيا من حيث التحديد انه هاي الحكومة بالتحديد كيف واحد بيعطي رأيه فيها تالتا شو معنات هالحكومة بالنسبة للاقتصاد والمال رابعا شو المعنى السياسي لوجود هالحكومة خامسا شو بتعمل هالحكومة شو يعني ليش ليش هالحكومة عملت هلا وسادسا بتصور هايدي ممكن اكتر شي العالم هلا هيك تداول فيها موضوع الدولار انخفاضه وارتفاعه وولشي من حيث المبدأ يعني انا سنت الماضي باشباط وقتها تقلفت حكومة الرئيس حسان دياب سيقبت بليلتها كنت على الهواء الضايف في برنامج واسؤلت عن رأيه بالموضوع وحطيت شو الشروط يعني ليش انا بالنسبة لقلي بعطي رأيه سلبي ولا ايجابي وقالت ان انا اكيد ضد حسان دياب ضد تسميت وقوله شخصية انا ضد الحكومة اللي عم بيعملها لأسباب غير شخصية بطبع الحال ما بعرفه لحسان دياب ولكن لأسباب موضوعية اللي هي شغلتين كتير بسيطتين نحن وبأزمة بهالحجم بالبلد اول شغلة الحكومة لازم تكون فريق متجانس فعلا مش نفاقا على مشروع هو كيف فيه انسجم تيكون منسجم مش عكاس عرق الانسجام بسلطة تنفيذية على مشروع والحاجة لتنفيذ هالمشروع بأسرع الأوقات بيرتب علينا انه يكون هالحكومة عندها القدرة على التنفيذ يعني صلاحيات استثنائية يعني بالنسبة لقلي بكل بساطة قبل ما نحكي مني لحكومة ان شاء الله الملايكة فيها اذا نحن ما في برنامج واضح حد ما وقف منه في واحد يكون معه فيكون ضده بس عالي بعرف الحكومة شو جاي تعمل واذا عناصر الحكومة كلها مش جاي لتنفيذ هالمشروع فالبرنامج اولا انسجام حوله ما بنجمع مين مكان تعملوا شو مكان وتانيا صلاحيات استثنائية يعني صلاحيات للحكومة بالتشريع في القضايا المالية بالحد الادنى بالحد الادنى وإلا حتى افضل النيات فيها تستفيق متأخرة مثل ما صار مع حكومة حسان دياب اذا واحد يقرأ بيانة الوزارة بوقتها كانت عم تحكي انه كيف هتعالج مشكلة الدين العام تقشف وتخفيد بالنفقات وزيادة بالوردات شعارات عامة بلا طعمة شو عملت بعد ثلاثة جميع اعلن التعسرة هنتدفع يعني هقبل بثلاثة جميع هنيو عبيت بيانة الوزارة ما كان معه الخبر اوكي استفاقوا متأخرين واستفاقتهم المتأخرة مضانية كتير يعني لانه رجع لجنة تقصي الحقائق وهي رضى خطلن الحكومة ورجع انتصر هذا حزب المصارف على كل محاولاتها فاذا الصلاحيات والبرنامج تكون محصنة لحكومة ببرنامجها وبقدرة على تنفيذه هاي الحكومة اللي جاية ما عندها ولا واحدة من اثنان لا عارفة شو جاية تعمل لانه الاطراف المكونة لها الحكومة ما حدا بيتفق مع التاني عاجملتان على بعضهم قلنا سنة عفكرة وشهر تعملنا حكومة سنة وشهر اللي عملناها لحكومة هاي دا كسرنا رقم ياسب تاريخ الجمهورية قداش منطول بحكومة تصريف اعمال اي متى نحن وبأزمة مالية واقتصادية عم نشوف الأزمة الانسانية والاجتماعية اللي بتخلق من وراها بكل يوم من انقطاع الكهرباء اللي عم نعيشه لكل الامور اللي بتعرفوها ازن هالحكومة هيك من حيث المبدأ اكيد في كارسة جاية عائدية اما بتأخرة عن اي عمل ايجابي اما بالمسار اللي بتقطع فيه عبر المجلس نيابي والتعطيل والبزارات لانه ما عندها صلاحية لتنفيذ اي مشروع هلا بالتحديد خلنروح الى الحكومة بالتحديد مش من حيث المبدأ ازا واحد بدي وصفة لهالحكومة بصفة عامة بدي وعدك يحط بين قوسين بالاول ما في عندي اي شي باللي عم قوله شخصي فعليا ما بعرف حدا من كل الوزراء الا معرفة صحفية يعني مرحبا مرحبا مع البعض منهم كمان الاقلية منهم متل ما ما كنت اعرف حدا بحكومة حسان دياب ومتل ما بحكومة حسان دياب كان في بعض الشخصيات اللي عليها الادر والايمة بصفتها الشخصية انا كان رأيي بوقتها سوق تقدير من كل شخص عنده هالصفات الجيدة انه يشارك بحكومة ما انها محصنة ببرنامج وما عندها قدرة تنفيذ مشروعة بهيك ظرف نفس الشي بنقال عنها الهكومة بين قوسان انه ما في شي شخصي اكيد في شخصيات محترمة وعندها يمكن سجلة مع العالم انه كان في شخصيات غير محترمة وكمان عندها سجلة كمان بها الحكومة بس لوحدك بشيل الشي الشخصي بحط بالمعنى السياسي هالحكومة الى عنوان واحد ما الى عنوانان ها حكومة انتصار جمعية المصارف ومصرف لبنان بس تنشوف شخصية رئيسة شخص رئيسة نجيب مئاتي هو يعني هو رياض سلامة شخص واحد بالمعنى الشخصي وبالمعنى الفكري ونطلع على وزير المال يوسف الخليل اللي هو من مصرف لبنان ومشرف على الهندسات المالية الكارسي اللي صارت بال2016 والباقي مش مهم بصير تفصيل يعني بتركيبة الحكومة الصورة طبع الحكومة هي انتصار لهيدي الفكرة اذا لا سمح الله لا قدر الله قدر لها الحكومة عمر طويل ان شاء الله يكون عمره قصير كتير اذا لا سمح الله قدر لها عمر طويل هايدي حكومة صوليدار لبنان هو صوليدار ع كبير هاي حكومة تنفيذ خطة جامعية المصارف اللي اصلا هي ملنا خطة يعني بس بيع البلد بأبخس الاسمان للانتهاء من قزمته من بعد ما نكون صفاينا خسائر لبنوكي على حساب المجتمع بسنا عندنا مجتمع ما عنده اي ادرة شرائية اي ادرة على الاستثمار اي ادرة على اي حركة اقتصادية فعالية وحب للانقاذ هو اي دولار بيجينا من الخارج شو بدكن دولار يجي بشروط سياسية لا خلينا نروح عند اللبناني في كتير لبنانيين بحبوا بلدهم واخبار من هنو هايدي قصة بحبوا بلدهم يعني هتلر كان يحب بلده يعني كيف بحب بلده ومن اي منظار السؤال اوكي هولي هيدا منطقهم هيدا منطقهم اللي معبرين عنهم من خلال زمن راجع على سنت الماضي هن شخصيا والممثلين عنهم بالمجلس النيابي وعلى المنابر التليفزيونية من القيادات وممثلين لقلهم كانوا يعتبروا انه هيدا صندوق بيع اصول الدولة والذي بحب يعرف هيدا قصة بيع اصول الدولة يرجع يراجع اول حلقة مع محمد زبيب ونحكينا مطورا عن موضوع سوليدار هيدا نفس الفكرة هك مكبرينا لتصير بدل هك دكين نعملها مول ونبيع البلد كله هيدا تكون حبل النجاة وعلى كل حال حتى اللي بيحبوا هيدا النظرية قصتنا طويلة من حدا يفكر انه اوكي بس منخلص لا ما منخلص بعد في عنا مصار طويل فاذا حدا بدنا نبركله بيع الحكومة ومش نحنا يعني نحنا المهزومين من هيك حكومة هي اي مصلحة اجتماعية للفئات اللي عم تتضرر بالمباشر من غلاء المعيشة من اقفال المصارف وسرقة اموال الناس ومصادرتها لحساب القلة اللي حققوا المليارات بسنين الماضي واللي عم يرفضوا اليوم يتحملوا مسئولية الخسائق اللي محققينها فبنا نبارك لمصرف لبنان لحاكم مصرف لبنان بنا نبارك لسليم صفير بنا نبارك لشو اسمه إلي الفرزلي وابراهيم كنعان ونقول النحاس طبعا وعلي حسن خليل وكل الشلي يعني هؤلاء فينا نبركلهم بهاك حكومة هيا حكومة عقد طموحاتهم وتطلعاتهم هلا بده واحد كمان قبل ما نفوتك على الموضوع الاقتصادي بعد شوية كلمتان كل الأحزاب اللي سمت نجيب مئاتي أما حتى اللي ما سمت نجيب مئاتي بس هلا بكرا رح تعطيه السئة بالمجلس يعني بس احتراما للذات يحمل مسئولية خياراتهم هيا حكومتكن انتو أردتموها وهالحكومة التي أردتموها ما بتعود عن مسئوليتكن بما ستنتج فينا من كوارث قصت انه اه كان بلدنا بس بقلب الحكومة ما خلينا مدريمين وعلقنا مع مدريمين وانا كنت عم بحكي بس هو كان برات القوضة هوا الاخبار طبع الحق عليا مش عليا كلنا بنعرف بعض بالبلد تحديدا انتو بتعرفوا بعض اكتر من احنا بنعرف كون فما حدا وقت سمى نجيب مئاتي كين مخشوش مين وما يمثل نجيب مئاتي من مصالح اللي سمى وزرها الحكومة شخصية شخصية ومنخص دايما وزير المال لانو هيك شخصية الفاقعة يوسف خليل بيعرف من هو يوسف خليل وما يمثل يوسف خليل فالمشكل ببطل مع يوسف خليل يوسف خليل هو من سجن مع نفسه اللي سموه بدون يحملوا مسؤوليته فبكرا لانو هلا بنبلش اول شي انو سيقا وعطوها فرصة بنرجع عادي العدية الفارغة وهيك ما بنعرفهم واحد واحد يعني بعدين شو يعني عطوهم فرصة شو نحنا معرقلينهم يعني اخدينا فينا وبلانا الفرصة فها المسؤولية لألكم وعليكم كل شي بينتج عن الحكومة منكم وعليكم اكيد في واحد بكرا يستقيل مننا ويخبرنا ليش استقال هذا بيكون شوي يمكن بيكفر عن الزنوب هلا بالاقتصاد هالحكومة اللي جاي بالشي المعلن تبعى ممثلينا بكرا فيها تكتب بالبيان الوزارة اللي بده ايه تخبرني الاخبار اللي بده ايها صارت بتعرف العدية تبعى انو اقتصاد ممتج واخبار هيك فجمع شعارات فارغة من اي معنى بنعرفكم واحد واحد وبنعرف المواقف اللي اخدتوها وقت خطة لازار وشو كل واحد منكن كان عم بيقول عشاء اي مصالح كان عم بيخدم فهلأ هالي بيكون تكتبوها على الورقة يعني هالك الحال مش مهم المهم انو هالحكومة رح تجي بمنطق انو العود بستمتكن هذا اللي بده اقتصاد ممتج ما بيجيب هيك حكومة اللي بده اقتصاد ممتج عن قليلة بده يجيب ناس عارف شو معنات اي انتاج لأي اقتصاد في معرفة بالبرنامج اولا للقوة المشكلة الى في حدا يخبرنا شي واحد من هولم مسلين يمكن باستثناء نجيب مئاته ويوسف خليل اللي مش ناقي عم سميهم كل الوقت في حدا من البقاوة يخبرنا شو مشروعه من هالحكومة يعني هون يفوت على الشق السياسي في سرديتين ماشيين بالبلد لما نتعاطى مع الازمة كخيارات محلية يعني انت ما نقول انو نحنا فينا نعمل شي مع البنوكي فينا نعمل شي مع رياض سلامي وفي مسئولية على اللي ما عمل اخر سنة ونص لان فينا نعمل لا في طرفان بيقولوا لا ما فينا نعمل اراء سياسي يجي الوعد حر برأيو حرية تعبير اول خبرية بتقول انو نحنا كل شي عم بيصير بالبلد هو بسبب حزب الله ونحنا عم نتعرض لكل هالضغوط الخارجية من وراء حزب الله غير ما يروح حزب الله ما في حل فتحكينا انت بالمبنوكي وسعر صرف الليرة ورياض سلامي هلأ مش فاضين في معره كتير كبيرة عم بيعلوها مع حزب الله في حدا يخبرنا من هولي اللي مقال فين لحكومة اللي فيه انتيار مستقبل واشتراكي ونجيب ميئاتي وكل القوى اللي بتعرفوها هولي اللي بيخبروا هيك اعلامهم وصحفيينهم اللي بيخبرونا على العدية شو معناتها ازا صدقنا هالرواية كل اللي بتخبرونا ياها انتو هيك انتو بانو هيك عم بتواجهوا حزب الله بتعمل حكومة معو شو هالنفاقة ايضا بتخبرني خبرية على التلفزيون بتشد عصب جامعتك بتروع لهونيك بتعمل شي تاني شو كيف ها بتركب اما حتى ازا هن بيحطوا الحق على ميشيل عون وشبران بسين هولي اصاروا كل المشكلة بالبلد اصلا فدي سلم جدلا ما عديتك ايدي وخبريتك بتروح بتعمل الحكومة معو ايه ومعو تلت عدا في فسرنا النفاقة ايضا كله ولا بس بدنا شي نكبوا للعالم تنلهيهم عن انو هاي المعركة اي هون هي عمصرياتكن هي عقدرة الشرائية لمعاشاتكن هي عالبنوك هي على المصرف المركزي وعلى اي دولة اي صفة سياسية للحكومة لازم تكون عم تخدم مصالح مين في صراع بالبلد لا لا اذا كله معلوم معنى اصلا انو مشكل مع جبران بسيل مشكل مع ميشيل عون لا مشكل مع هزب الله طيب اذا هات كيف تفوضوا باقي حكومة والتاني فريق نفس القصة طبعا التاني سردية اللي هي طبعا اللي لبنان كل اللي عم بيصير فيه هو ناتج من حصار امريكي على البلد طيب اذا هو في حصار امريكي على البلد بتواجهه بانك تعمل حكومة معنى جيب مئاتي انت منحصتك كمان يعني هاده بعين مزدوجين حصة حركة امل وحصب الله لانو مفروض علي حتى بالدستور ممنوع تخصيص اي وزارة لأي طائفة بس يلا ايا دستور ايا تعتير يوسف خليل يعني هاك هاك عم بتواجه الحصار الامريكي بقى هالحكومة هاك هالحكومة اللي المكونات تبعها اغلبة تمنقل كلها هي من اللي غطوا سنت الماضي موضوع تطيير خطة لازار لكان لبنان بوقته عنده اقل شوية من 30 مليار دولار باحتياطاته اليوم صار على الارض صار مثل الشاطر بده يروح ان صندوق النقد اللي هو مسيطر عليه من الامريكيين لانه هاده الصندوق بيشتغل بحسب اديش كل دولة بتعطي لها الصندوق اديش حصتها من تمويله وامهر كهي الحصار اكبر هاك بقى هولي السرديتان يعني على قليلة واحد بده شوفهم ارض بر يرسوا عليه بده انسجام واحد بين التطبيق وبين القول يعني اذا نحنا اليوم عم نحكي حتى بمنطقة هايدي الحكومة غربا ولا شرقا للي بيدعى هلا انه هي غربا يعني بمفاصلة الاساسية بلا رايحة هيك حتى رئيس حكومتنا نجيب مئاتي وقتها تسمى وقبل التكليف شو قالنا قالنا انا ما كنت بقبل التكليف لو ما عملت اتصالاتي بالخارج كنا عم بيعني الفرنسيين والامريكيين واخدت منهم موافقة او تعهد انه بدون يساعدوا لبنان هاد رئيس حكومتنا عم بيقلنا انا ما كنت بقبل عمل رئيس حكومة لو ما بيعطوني ضوء اخضر هونيكي بالمباشر ما بداش واحد يحلل يعني اللي بدو يتجه شرقا بسميهو اما اللي بدو يجيب نفط من ايران اذا بدو يسلمها للدولة لانه الحديث يرجع صار انه هيدا من الاول يمكن هو هيد انه لا نحنا مش لقلنا هيدا لكل اللبنانيين تسلموا الدولة اللبنانية نجيب مئاتي انتوا برعي يكونوا بيسترجي ستارن واحد ستارن واحد جاي من ايران ينزلوا باي منشآت عنا نحنا من دون ازن بيعملها حدا مصدق الخبرية طيب هيدا الخطاب كيف بيركب معها التطبيق الله اعلم طيب ليش هالحكومة لك اذا مش هاك ومش هاك من حكومة شي هدي هي حكومة ملء الفراغ وهالفراغ هيدا وقت انت تمليه يعني ببطل الفراغ الوقت واحد يقول ملء فراغ يعني في شي بدو يصير ولكن منه هادف ما في حدا اجي قال بدي هالحكومة لها الغاية لا بدنا حكومة لنكسب وقت لا تسموها ادارة الازمة عساس هي ادارة الازمة اللي الابقاء عليها للازمة مش انه ادارة الازمة مفروض تكون هدفها الخروج منها الا اذا واحد مفكر انه اذا جيبنا نفس الناس اللي وصلونا على الازمة بنرجع نحنا بنقدر هن يطلعونا منها هيدا تعريف الجنون هيا الحكومة من نقلها هيك بس طلعوا بالشخصيات المكونة لا قلها لها الحكومة عادة بس تكونوا كمان بالجو شو بتكون بكل الابهيات تبع الحكومات كنا نغطي مجالس وزراء ونعرف شو بيصير جوا مجلس الوزراء بيكون قاعدة 30 وزير بالزمنات من ها 30 وزير وقت تبلش الجلسة ويطلعوا الكاميرات لبرا بيبقى بس في خمسة عالطاولة خمسة والبقاوة كلهم في بفا اكل محطوط بوجه طولة مجلس وزراء قد ما صارت تعجق على البفا ويصير في لاتلتة على ايام حكومة تمام اسلام نقلوا البفا من مقر الاجتماع صارع عوضة جانبية تلحقل لهم يدخنوا كمان كل الوزراء بيقعدوا هونيكي في وزراء كانوا يروحوا يعزوا ويرجعوا يبلش مجزورة ياخد صورة قاعد يروح يعمل شوية عزوات بتضيعوا ومدرشوا ويرجعوا مجلس وزراء ليش بيرجعوا وليش بيعضوا بها الاوضم وبفلوا بسبب بسيط غير التمثيلية على البشرية انه كل وزير بيكون عنده هيك شي نقطتان ثلاثة واحد عنده طريق تحت البيت واحد بتضيعت فلان بده يعمل حملية هيك خدمة انتخابية ولا شي بيفوت وصلناوا على البند ولا لا لا بيرجع بيفوت وطا اذا ايه بيفوت بشرعوا كلمتان حصة عكار حصة الهرمل حصة كسروان حصة بيروت بيعمل خطابية جوا وبفل طيب مجلس وزراء هو كينية عاطة عن الخمسة مين بيكونوا الخمسة اما الاربع اما التلاتة بكل بساطة بيكونوا الممثلين الاعلى تمثيلا ورتبة بفريق سياسي بوقتها كان مثلا بيقعد انه هاد المشنوق قبل ما يتخانق محصر الحريري يعني وبيقعد عليه حسن خليل وجبران باسيل طبعا ومعزفه كموزير تاني يعني كان فيه تمام اسلام وكان فيه بعض وقلبه فعوري ممكن كان بوقتها هوا بيقعدوا بيتسمعوا على كل شي محمد فناش في حد يخبرناها مين هن الممثلين اللي عندهم اي مستوى تمثيلي بالسياسي بيالحكومة لانه هي عديت التكنوكراط تجليطة مسميينهم واحد وواحد وكذا اذا الحكومة اذا منا جاي برطب هيك عالي بشوية نشان قعلي منا حكومة لهي تاخد قرارات الكبيرة اذا رح تصير مركز للصراع القرارات بتتاخد وين ما كان برات الحكومة وبتجي الحكومة بتنفزن يعني ما تغير شي بس ما حد يكون مخشوش لانه كمان بوقتها بس على القديل كان في عندهم هامش ما فيه لعيبة قاعدين على الطاولة بيقدروا يحكو كلمتان بيقدروا يقولوا اي ولا اليوم هادا الهامش تبع الاي ولا حتى مش موجود هاي الحكومة اللي تقطيع الوقت وتاخدنا على الخيارات اللي هي شفتوها ونحكي عنا من هاي خطة المصارف الساقطة بس من روحيتها باية عملاك الدولة ونعملهم صندوق لا قصة صندوق النقد بهالشروط مش بالشروط اللي كان موافع عليها صندوق النقد ومش من عنده تعرقليت من عنا تعرقليت واتوافع خطة لازار وقال بلى لازم لبنوكي يتحملوا 21 مليار وكرة سميلون ولازم المصر في المركز يتحمل خسائر والباقي بنعملوا باية الان على كبار المودعين هاي دا اللي رفض مش من عندهم هن قبلوا فيه من عنا قالوا لنا طيب روحوا جيبوا خطة لكان غيرها ونقعد معاكم هلأ بيجي نجيب مئاتي وبيجيب الخطة معهم بقى اخر نقطة تواحد يختم هاي قصة الدولار والحلو صار بهيك بنحط عنوين انهيار الدولار دولار هو بنهار تحسن سعر صار في الليرا اللبنانية هادا ليش صار ليش سعر الدولار بنزل من قديش وصل 20 ألت 19 و 500 نزل لل 17 و 16 وحتى في بعض المناطق حم يبعتوا كانوا انه 15 ألف اي مظبوط فيه مال سياسي بيندفع هايك عن كل خبري بس هذا ما انه مال سياسي هاتا مش انه اخسارة بخسارة روح كبلك شوية دولارات وشتري ليرات فيه احتمال من ثلاثة انت واحد بس يبسطها اول احتمال هو تعززت السئة فجأة عند الشعب اللبناني هايك صار انقف اجت لحال حكومة المئاتي وكل الناس صاروا على يقين انه رح يمشي الحال ولبنان رايح على ايام افضل والليرة سعره رح يتحسن الى شو احمل دولار خليني احمل ليرا لانه اذا رجعنا شترينا دولار يعني بتصير هي زيتا بس بهالوقت انا الليرا عندي سئة فيها بتحافظ عقيمتها وهي اهم من ما احمل دولار سعر لقد السئة اوكي هذا احتمال هذا التجليطة الاولى تاني خبرية انه قال هايدي بس عملية بيعملها كلمة تايعطي سئة بحاله ووقت الحريري كان يعملها وغلق مئاتي انه شفتوا الشعب اللبناني وقت عملنا الحكومة ارتاح فبيكبله ابو خمسمائة الف مليون مليون ونص دولار بيقدر يلعب هايدي اللعبة وفي الخبرية التالت اللي انا ميال لقلها يمكن ايه يعني هولي نجيب مئاتي ولا الحريري ولا يلا واحد معني بانه يفرجي انه الحكومة في امل وعطوها فرصة ومدري شو بيعمل هايك لعبة بس الاحتمال التالت بيقول انه هاي منه لعبة هاي منه شي هيك هايدي صار كل الشعب اللبنان مش كلهم المقتدر منه ع هايك لعبة فيكون من اللي معه 1000 دولار حطهم بالبات لان اللي معه 10 مليون دولار هايدي فرصة هايدي أنصة هايدي انه انا بروح بيشتري ليرات بحطهم عندي الدولار بيشتريه 20 ألف ليرة وبنتروا لا يقشط لل 15 ما انا عارفة هايدي لعبة عارف انه لا سئة ولا من يحزنون القصة فارطة اكتر بس لانه عم بيلعب هاللعبة انا بروح بيشتريهم على 20 لهالليرات وبرجع وقتا يسير على الخمسة وقتا يقن انه بلجت تتخربت بعد ترجع تقبه تطلع بيعهم على الخمسة بيشتري فيهم دولارات بيرجعوا الدولارات بيقبوا بيصيروا 20 ألف وقتا أرجع قرب على الليرة انا بكون بهيدي اللعبة عملتلي هامش الفرق بين عشو بعت العالي و عشو شتريت عالي و عشو بعت عرخيص وهيدي يعني اولا تنبلش من كل الناس المعنيين بتأليف الحكومة عم بيلعبوها لكل الناس المحيطين بدوائر القرار اللي بيوصلنوا المعلومة قبل الصحافة بنص ساعة ولا قبل بربع ساعة أول شي بيعملو هي هاللعبة وبقيت اللبنانيين من بعد تجارب سنة ونص بهالنوع من الألعاب الفارغة صارنا كلنا نحنا من اللي عم بيألف حكومة لآخر واحد معه 100 دولار بالبيت عم نعمل حفلة مضاربة على سعر الصرف لأنه من خلال هالمضاربة صارنا نعرف هالتمثيلية نعمل حكومة بتنزل جمعي ترجع بتطلع هيدا الفرق على الصرف طبعا واللي هيدا مفروض يكون جرم يعني بس إنهم شو بذلك تتلقوم البشر للعالم ما فيك تلقومه لأنه تتحطونهم هاي قواعد اللعبة وشوفوا فيه opportunity يربحوا مننا أي شي بيعملوها بس فيه احتمال رابع للناس اللي فعليا مفكرين إنه هلأ خلينا نبيع ومنسكر اللي علينا وكذا ما توقعوا بهالغلطة قصتنا بعضة طويلة إذا معك دولار الدولار إيه متى دولار ما تعتلهمه ما بيلعتل هم الدولار حرام تبدي الناس اللي عم بحكي تحديدا اللي عندها شوية دولارات مصمدتهم ليوم الأسود إذا قادر اليوم تحافظ عليهم تحافظ عليهم إذا مش قادر لحوله ولك كل حدا بيعرف شو في عنده بقى هاي دي اللعبة اللي عم تلعب من الكل معقول تضر ببعض من هون الناس اللي بيعتبروا أنه هلأ وقت بيع بكرا بيتحسن سعر الصرف وكذا بيفقدوا كل شي عنده في ناس عملوها وتسكان الدولار بتذكر أنا على 2000 ليرة بعرف كتير ناس راحوا باعوا شوية دوارات معهم يهم ليسكروا الإسكان قالوا أنه هلأ بكرا إذا رجعوا ع 2005 بكون أنا ربحت الهامش هلأ عم هلأ تعملوا هاي غلطة لأ للأسف الشديد وإن شاء الله يكون غلطان الأخبار البشعة بتبلش مع الحكومة هلأ بدون يعملوا عرضات طبعهم بالأول مثل كل الأول ما تجيح حكومة إنجازات 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 الرفع الدعم بس نشرق علينا هذا قرار متخز نحنا بقى نلمو بقررون البطاقة التمولية بيعطونا 20 دولار آخر الشهر ما بتسكر فرق بس الوقود اللي بدنا لحطه بسياراتنا بشهر واحد 20 دولار بالشهر 25 دولار وشوية إنجازات على هيدا النسق يعني اللي هو هيدا وبعدين منلحق أخبار فأكيد مش قدام هايك حكومة وعد ينغش بتصور الواحد رح ينغش فيه واللي صار بديه لأغلب النبنانيين وما يعني يسمحون الوزراء اللي هلا عم بيطلعوا كل الوقت عالتلفزيونات إنه عم بيطلبوا منا بس رحمونا خلي الأعلام يرحمنا وعطونا بعد دقتين وعطينا شوية فرصة وبقر حاسبونا هكذا يعني يعني نرجع منقول كلمة جربنا نلفى عطير جديد وكلمة جربنا نلفى عطير جديد منقل من تحت الدلف تحت المزرار إنك يمرق عبيدو بيد الباب إنك يمرق عبيدو بيد الباب